طيب النهاردة خبر اللي قلت لحضراتكم عليه في العنوين متعلق بالموازنة وان مجلس الوزراء النهاردة اقر الموازنة وبكرة وزير المالية مع وزير التخطيط هيكونوا في مجلس النواب في البرلمان عشان يناقشوا برنامج الحكومة الاقتصادي اهم نقطة في مسألة الموازنة وانا عارف ان هي اللي هتعمل نقاش وربما هتعمل بعض الجدل هو الكلام في تخفيض دعم الطاقة الكلام اللي صادر عند الحكومة النهاردة انه الموازنة الجديدة هيبقى فيها تخفيض يقدر بحوالي 25 مليار جنيه كدعم للطاقة خصوصا في مجال الكهرباء والمحروقات اللي هي البترول والبنزين وما الى ذلك اكيد اكيد 25 مليار جنيه رقم كبير واكيد 25 مليار جنيه لما يتخذوا من دعم الطاقة سواء الكهرباء او البترول والبنزين ويتحطوا في مجالات اخرى سواء في استثمارات او في مشروعات او في دعم اخر ربما يؤثر والسؤال المهم هذا الدعم 25 مليار جنيه هيترك اثره ازاي؟ هل هيجي على الغلبان؟ هل هيجي على المحدود؟ لأنه خدوا بالكم ان الدعم خصوصا خصوصا في الكهرباء وفي البنزين وانا بقول لكم هذا الكهرباء على مسؤوليتي طول الفترة اللي فاتت كان المستفيد الاكبر منه هو المقتدر هو الغني وانا بقول لكم دايما المثال الشهير بتاع واحد غني داخل بعربية مرسيدس اخر موديل محطة البنزين بيمون وواحد جنبه على قد الحال داخل بعربية سياد صغيرة بيمون والليترين البنزين بتاع ده وبده مدعومين من الدولة ده بيمون 200 لتر وده بيمون 15 لتر يبقى ده خد دعم قد ايه وده خد دعم حوالي 200 جنيه 300 جنيه بتاع المرسيدس وبتاع السياة خد دعم 40 جنيه يبقى في النهاية الغني هو اللي استفاد بالدعم اكتر يعني احنا بندفع من ضرابنا للحكومة عشان تدعم الغني مش تدعم الفاقية فالفلسفة غلط والمعادلة غلط لما تقلل الدعم دلوقتي برضو هتيجي فوق دماغي الغلبان ولا لا